اهلا بكم من جديد والبداية دائما من الاخبار المحلية حيث بلغ عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد خلال الايام الخمسة لاجازة عيد الفطر المبارك نصف مليون مسافر بزيادة نسبتها 3.2% عن نفس الفترة من العام الماضي كما شهد الجسر تسجيله اعلى ثالث ورابع رقم في اعداد المسافرين في يوم واحد ورغم هذه الاعداد الكبيرة فقد ظهر جسر الملك فهد خلال هذه الاجازة بنسيابية كبيرة في الحركة المرورية مع غياب التكدسات والاسدحام في كل الجانبين وتحقيق ازمنة عبور مثالية بين الجانبين نتيجة للجهود المبذولة من جميع الادارات العاملة فيها والان نترككم مع سعار صرف الدينار البحراني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لبداية تعقدات هذا الاسبوع ونبدأ مع بورصة البحرين حيث تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.79% مقفلا عند مستوى 1446 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 12.119.000 بقيمة اجمالية تجاوزت 3.60.000 دينار تم تنفيذها من خلال 160 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجارية اما بالنسبة الى اغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي اغلقت عند مستوى 8699 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 2.15% لتكون الرابح الاكبر بالنسبة للتداولات هذا اليوم وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد اغلق عند مستوى 2650 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 1.17% اما سوق مسقط للأوراق المالية فقد اغلق عند مستوى 3954 نقطة بارتفاعا بلغت نسبته 0.33% طرحت المنصة اللوجستية السعودية في معرض لوجستيات النقل 2019 بمدينة ميونخ الالمانية سبع فرص استثمارية بقيمة تجاوزت 12.7 مليار ريال ووفقا لمسودة شملت الفرص الاستثمارية السبع تم منح امتياز للتعامل مع البضائع المشحونة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي وتطوير وتشغيل مناطق لوجستية في مواقع رئيسة على مقربة من السواحل الشرقية والغربية بحسب ما ورد في صحيفة الاقتصادية وتضمنت الفرص الاستثمارية تطوير وتشغيل ساحات متعددة الوسائط للسكك الحديدية العامة وسكك شحن البضائع وغيرها اعلن قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية المصرية تحقيق هيئة قناة السويس خلال العام المالي الحالي اعلى معدل تحويل الخزانة العامة للدولة في تاريخها واوضح المصدر ان قناة السويس حولت هذا العام 72 مليار جنيه للخزانة العامة بعد تقطية مصاريف تشغيلها وصيانتها وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي وذكر بيان اصدرته وزارة المالية ان هذا الاداء يعقس النمو المضطرد الذي تشهده ايرادات قناة السويس نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها مما اسهم في زيادة تنافسية القناة اشتركوا في القناة